حزب الله لم يعلن عن أي تحركات له اليوم وما أشع عن عمليات التسلل تم نفيها بشكل تام هنا في لبنان إن كان نفيها قيل أنها لم تحصل لا من جانب حزب الله ولا من أي فصائل أخرى علما أنه منذ الثامن من أكتوبر وحتى هذا اليوم جرت محاولات للتسلل من قبل تحديدا فصائل فلسطينية عند الحدود مع فلسطين المحتلة في نقاط عدة هي قريبة جدا من حدود فلسطين المحتلة ولكن في لبنان وعلى طول هذا الخط 100 كم من النقورة وصولا إلى القطاع الشرقي هنا وكفرشوبة وشبعة لم تحصل أي تطورات ميدانية منذ يوم أمس باستثناء الغارات التي شنها الجانب الإسرائيلي مساء يوم أمس على بلدة يارون كان أيضا يوم أمس يوما هادئا نسبيا مقارنة بالأيام الماضية هو الأهدأ منذ الثامن من أكتوبر وحتى هذا اليوم ولكن هذا الهدوء يطرح علامات الاستفهام هنا في الداخل اللبناني عما إذا كان الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تهدئة أم أنه يسعى إلى تصعيد إضافي وهذا الهدوء هو هدوء ما قبل العاصفة يصفه البعض هنا بأن إسرائيل قد تكون تحضر لأي عمل عسكري أو تصعيد عسكري على جبهة جنوب لبنان البعض الآخر يقول أن ربما الدبلوماسية التي يسعى الجميع هنا إلى العمل من خلالها قد تأتي بثمارها وهذا الهدوء قد يمهد لمزيد من العمل الدبلوماسي والعمل السياسي خصوصا وأن الجميع يؤكد في لبنان بأنه ملتزم بالقرار 1701 يدعو الجانب اللبناني باستمرار كل المسؤولين الغربيين الذين يلتقيهم إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي ليلتزم هو أيضا بهذا القرار توصلا إلى تهدئة شاملة وتامة على جبهة جنوب لبنان ولكن بانتظار هذا الحل السياسي وديبلوماسي يقول حزب الله ويؤكد أن أي استفزازات إسرائيلية سيصار إلى الرد عليها